اشتركوا في القناة الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مرتدون أراد أن تحقق التوحيد تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصر والمنكرات كيف نحقق التوحيد أخوانا هذا الكتاب وبنوغ المرام تحفظ تحفظ طالب علم لا يحضر هذه الكتب هذا ليس بطالب علم عند الشيخ بن بازر رحمه الله تمام الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة الطالب يسأل من؟ يسأل الأستاذ عن مسألة واحدة في الطهارة فالطالب قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلم رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بابنا المياه المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس فالماء الطهور هو الماء وسرد الكتاب كامل يقرأ من حفظ الطالب يقرأ على من؟ على الأستاذ على الشيخ ثم عندما اتهى قال يا أستاذ خذ ما شئ ودع ما شئ هذا العلم هذا العلم علمك هو الذي تراه بالظلام أو بعبارة أخرى وأن كان فيها شيء هو الذي يدخل معك يا الحمد أنا جنتي في الصدر يقول شيخ الإسلام بابنتين يا رحمه الله لازم تحفظ كتاب التوحيد لا بد مثل ما تحفظ اسم بعض الطلاب والله كان عندي طالب يعني أنا الشرق الحف قبل الدراسة أما الآن الله مستعنى فقلت له لابد تحفظ قال احفظ ايش قلت كتاب التوحيد قال أنا أحفظ كتاب التوحيد والقول المفيد كان الاختبار عندنا الآن اختبار في كتب مطبوعة الاختبار في القديم كان في دفاته والله يكتب لي في الدفتر القول مفيد من عثمي الرحمن قل اسمك أنا المغرض أدرس عندك صحيح حفظ لابد من الحفظ احفظ وكل حافظ الإيمان إذا كان يعمل بعلمي نعم فلو سألك سأل كيف حقق التوحيد تقرأ عليه باب تحقيق التوحيد قال ما الأدلة على وجوب التوحيد تقرأ عليه الباب الأول ما الأدلة على فضل التوحيد تقرأ عليه الباب الثالث كيف أخاب من الشيكة الباب الثالث قال أول ما يدعى عليه الصلاة تقرأ عليه الباب الخامس نبدو على شهادة اللا إلهة بالحفظ طلب من الشيك قال الآن تخطئ لابد يقول عندك طالب خطبة طوالب خطبة طوالب هذه لا تخرج إلا إذا يعني بلغت الحلقون يعني كما يقال فقالوا قد أخط بلغت قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى والله صنع مسابقة في الجامعة الإسلامية قبل سنوات وخرج أحد الطلاب من المغرب العربي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلماً تسليماً مزيداً أعطه جائزاً أول جائزاً ماذا يقرأ؟ وسطياً خطب مرتبة جائزاً مفهوم؟ لا تتعر ولا شيء إذن كيف نحقق التوحيد عند محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بقراءة الباب؟ تحقيق التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوال قول عمل اعتقال لا بد كيف نحقق التوحيد؟ بقراءة الباب؟ بالقول والعمل والاعتقال بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانية لله حنيفة ولم يكن من المشركين الاقتداء بسادات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون صحيح؟ وترك الكيل والرقية والتطير لصدق الاعتماد على الله مع الثقة به الأخذ بالأسباب المشروع هذا باختصار تحقيق التوحيد تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصف أي باب من هنا الآن من هذا الباب إلى نهاية الكتاب تحقيق للتوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضد من تحقيق التوحيد الدعاء للشهادة أن لا إله إلا الله من تحقيق التوحيد ها ترك التصاوير والتماثيل وقول ما شاء الله وشيء كل هذا تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب مفهوم؟